اعنات مضامة الامم المتحدة للطفولة اليونيسيف تراجع معادل انتشار وباء الكوليرا في اليمن منذ نحو شهرين واشارت الانخفاض العدد الاسبوع للحالات المبلغ باصابتها منذ اواخر يونيو الماضي غير انها اكدت ان الطريقة لمكافحة المرض لا يزال طويلا وحضرت من الانهيار المتواصلي لانظمة المياه وصرف الصحي في ظل استمرار لأعمال العنف ولفتت اليونيسيف الى الاطفال يشكلون اكثر من نصف اليمنيين الذين يشتبه باصاباتهم بالمرض ويتجاوز عددهم 55 الف شخص